محكمة الاستئناف المغربية تشدد عقوبة الدنيا بطمة وبدل 8 شهور الحكم صار سنة وبيل جيتس يدافع عن نفسه في وجه جماعة نظريات المؤامرة كفاية افتراءات وفي السويد كورونا مو بس لغة جوائز نوبل السنة لا كمان حول قاعته لمركز تطعيم أهلا بكم اليوم نفتح من جديد ملف قضية حمزة مومبيبي المتهمة فيها الفنانة المغربية الدنيا بطمة واختاب تسام بطمة واخرون كمان بالوقوف وراء حساب على سناب شات للتشهير بشخصيات بارزة ومشاهير ونشر فضايحهم وابتزازهم اليوم حكم الاستئناف بحق الدنيا بطمة صدر لكن بدل ما يخفف من مدة حكمها الابتدائي وهو السجن النافذ لثمانية أشهر ازدادت العقوبة بعد الاستئناف كمان أربعة أشهر يعني صار محكم عليها بسنة كاملة من السجن النافذ على العموم الدنيا بطمة السابق وأنكرت التهم الموجهة لها في مقابلة سابقة معنا في تفاعلكم استضفناها فيها لما انطلع أول مرة خبر استدعائها من قبل القضاء خلونا نتذكر جزء من كلامهم اليوم تم تدول أخبار كثيرة أنه أنا تم استدعائي وغيرها من هالموضوع أنا حابة أنفي وأكذب كل هذه الشائعات أنه تم استدعائي من طرف القضاء يعني الناس قاعدة تتكلم في شيء مش الناس هو مش الرأي العام هو عبارة عن خمسة أو ست حسابات وهمية اللي قاعدة تداول هذه وتروج هذه الإشاعات بالإضافة إلى بعض المواقع المغربية واللي رفعت عليهم قضية هما ثلاث مواقع مغربية لحد الآن لأنهم يشوهوا سمعتي ويشوهوا سمعة اسمي إلى غير ذلك فاليوم جيت أني أقول أنه أنا لم يتم استدعائي ولا عندي علاقة بهذا الحساب أبداً فقط في ناس معينة هذه المؤامرة وفي ناس معينة حابة أنها تقحمني في هذا الموضوع نعم خلينا نأخذ كلامك بس كلمة كلمة شوية يا دنيا يعني الآن أنت ما في أي جهة يعني ما حتى مثلاً أخذت أقوالك يعني مثلاً من أي جهة رسمية أبداً ولا أنا متهمة أبداً طيب وبالمناسبة بخصوص شقيقتها ابتسام باطم فسبقوا قضة المحكمة في حقها بسنة واحدة من استجن النافذ وغرامة عشرة ألاف دينار وهي حالياً بتقضي مدة محكوميتها لكن مع إدانة محكمة الاستئناف لدنيا بطماء بأربعة شهور زيادة طرحت عدة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها هل هي نهاية قضية حمزة مومبيبي وإيش سبب زيادة العقوبة وحكم الاستئناف عليها بدل ما يتقلل ينضم إلينا عبر سكايب من الرباط الصحفي رشيد لمسلم أهلاً فيك معنا أستاذ رشيد هل نقدر نقول أنه خلاص القضية انتهت أم لا زال هناك مجال للاستئناف أكيد أن القضية انتهت حكم التقاضي في مرحلة الاستناف كما أكدت المحكمة الجنحية من المراكش لكن ما زال الحكم النهائي اعتبار أن الدنيا تتابع في حالة صراحة مؤقت ومرحلة التقاضي في المحاكم المغربية ما زالت هناك مرحلة النقط وهي المرحلة الأخيرة ولكن عموماً وكما جاء صراحة دنيا باطمة لقناتكم القناة العربية المحترمة وتم كشف تناقضات الفنانة دنيا باطمة في وقت سابق نفت ما أنها تم استدعاء وتحقيق معها لدى السلطة الأمن الوطني أو سواء عن قادي التحقيق من المحكمة الجنحية في مراكش نفت كذلك ولكن حكم الابتدائي تم الحكم اليوم تم رفع العقوبة إلى سنة وهذا يدل أن كانت أمام المحكمة الاستنافية الأدلة الدامغة في تواطع دنيا باطمة وآخرين وسواء نختها أو المصممة الأزياء وفي قديس ما أصبح يعرف إعلامياً بالمغرب بقديس حمزة المونبيبي التي أتارت جدلاً إعلامياً وجدلاً في الوسط الفني كذلك ممكن نقول أن اليوم ملف قديس حمزة المونبي شارفة نهايته وتم إدانة الدنيا وأن ما صرحت به سابقاً وما أعتبرتهم أنه مؤامرة من قبل بعض المواقع أو بعض الصحف أو بعض الأشخاص واليوم لا يمكن المحكمة أن تصدر حكماً من فراغ ولكن بوجود الدلة خصوصاً أن التهم التي وجهت لها لدنيا باطمة ومن معها في هذا الملف دخول إلى أنظمة المعلومات وتشعير والابتزاج وإملاع ذلك لكن هل الآن سيتم القبض على دنيا بطمع لشان تبدأ الحكم عليها أم ستظل خارج السجن حتى يصدر حكم النهائي من محكمة النقد مثلاً أو المحكمة النهائية أكيد أن مرحلة التقادي كما هو معمول في القناة المغربي أنها متابعة في حالة صراحة وأنها وضعت كفالة لذلك لا يمكن أن كان الأمر بالحكم علىها لو تم أمر باعتقالها اليوم من المحكمة أو تم استرعاء أو لكن بأن مرحلة التقادي النهائية كما قلت توجهت إلى مرحلة النقد والحكم الأخير هو مرحلة الحكم النهائي وهذا ما سوف ننتظر في الأسابيع المقبلة هل سوف محكمة النقد تؤيد الحكم الأساسية يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أو فقدنا الاتصال لا فقدنا الاتصال تمام طيب خلينا نشوف إيش ممكن يصير معنا على العموم نحن بنشكرك على هذه المداخلة معنا كان معنا من الرباط الصحفي رشيد لمسلم شكرا لك زواج القاصرات في اليمن ظاهرة ما هي جديدة لكن مع ذلك قدرت طفلة اسمها وعد الأنسي من تعز عمرها 11 سنة قدرت أنها تفلت من هذا الإجرام كيف؟ الجواب هو قوة مواقع التواصل في السوشال ميديا عرفت بقصة وعد وعلى الطول انتفضت حملة تحت هاشتاغ أنقذوا الطفلة وعد واليمنيين طالبوا من خلال المنظمات الدولية والإنسانية بوقف الانتهاكات وإيقاف زواج الضحية اللي قيل أنها من عائلة فقيرة جدا خلونا نتوقف مع بعض التغريدات والمنشورات اللي كان لها حضل في إيصال صوت النجدة ترجمة نانسي قنقر كل ما سبق وغيره من مناشدات دفع الشرطة في تعزل التحرك ومنع إقامة حفل زفاف للطفلة وأيضا الأمن أو دعوال دفع السجن وفقا لمحامين وناشطين في المدينة لكن اللافت في الموضوع أن المروجين لفكرة زواج القاصرات بيشوفوا أن في هذا الزواج نجاة أو هروب من الواقع والأوضاع الكارثية هذول الناس أداول ومزاعم أن العروس اللي هي طفلة مصممة على إتمام حفل زفافها من عريسها البالغ عمره عشرين سنة لكن بالمنطق في النهاية هذه طفلة يعني مو هي اللي تقرر المفروض في هذا الموضوع على فكرة معدل زواج القاصرات في اليمن ارتفع ثلاثة أضعاف في الفترة الأخيرة وفقا لتقرير أممي فاصل والعود مشاهدينا أهلا من جديد من أيام ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وإلى جانب طبعا أهمية مضمون الاجتماع ونتائجه لكن كان في جزئية ثانية لها علاقة في شغلة الناس على منصات التواصل وهي الفست أو السترة اللي كان لابسها سمو الأمير فخلال دقائق بعض ظهوره أو بتظهور صورها على طول ملة المنصات صورها والناس علقت معجبة فيها وناس بتسأل عن ماركتها وسعرها وأماكن بيعها وغيرهم الفست عموما طلع من علامة تجارية فرنسية هي فرانك ناماني وخلال ساعة تداول الناس صور من موقع البراند بتقول أنه السترة sold out يعني كمياتها نفذت على الفور عموما الجديد اليوم أنه الماركة نفسها وعبر حسابها على إنستجرام شكرت أو شكرت ولي العهد السعودي على الاهتمام اللي نالته واللي كان هو السبب فيه وقالت في ستوري على إنستجرام أنها بتشكر الناس على اهتمامهم بالماركة وبيشرفها هذا الشيء وأنها بتشكر بشكل خاص الأمير محمد بن سلمان اللي وضعهم في دائرة الضوء وأنهم ممتنين للغاية لهذا الشيء وقالت كمان دار الأزياء أنها بتشكر الناس اللي دورت وعرفت ماركة الفست ونشروا هذه المعلومات وشاركوها مع معارفهم لأنهم كانوا كمان سبب في الاهتمام اللي حضيط فيه من بداية أزمة كرورة ونظريات المؤامرة مرافقة هذه الجائحة فكلام عن أنه مثلا فيروس مطور بالقصد وكلام على أنه في ناس وجريكات وراء هذا الشيء وبتسعى للتربح من هذه الجائحة طبعا الملياردير الشهير ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتز في قلب هذه النظريات من أول يوم فهو متهم من قبل جماعة واسعة أو من جماعات واسعة من مؤيدين نظرية المؤامرة أنه هو وكبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اختلقوا الجائحة لمحاولة السيطرة على الناس وأنهم بس يبغوا يتربحوا من انتشار الفيروس وبيستخدموا اللقاحات في زرع رقائق إلكترونية لتسبع الناس وكثير من المؤمنين بهذه النظرية ضد بيل جيتز تحديدا بيرجعوا أو بيرجعوا أفكارهم هذه لأنه مؤسسة بيل وميلاندا جيتز هي من أكبر القوى وراء الكواليس في الحرب ضد كوفيد وساعدت في تمويل لقاحات مثل مودرنا وأسترزينيكا وأبحاث علاجات أخرى فهدول الناس شايفين أنه يعني أكيد بيل جيتز ما بيعمل كده لله في لله أي شيء وأنه أكيد في النهاية مستفيد من هذا الموضوع عموما بيل جيتز وللمرة الأولى ترى بيرد على هذه الإدعاءات بشكل مباشر وقال للناس باختصار إنه كفاية افتراءات ففي مقابلة مع وكالة رويترز بيل جيتز وصف الاتهامات له بالجنون والخبث وتساءل قد إيش في ناس مصدقة هذا الكلام خلونا نسمع رده بس على لسانه والموضوع التالي والموضوع التالي والموضوع التالي بسرجة الهوانية بسحدة مقابلة ولم يكن ربدا ونات أصبحت أن أخذر أنه ينبط أن أخذر فاوشي يكون مقابلة في حقاية سأجل قد أخذر مقابلة وتحسين والمقابلة وأنتم ومعا، 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 ومن سواء جدا، ونحن نتبع سيحيره، ونحن نتبع معلومة ، ونحن نتبع أسراب أو سيكون أحسابه، حسب الشيء الذي يصلي من هذه العامة، يتبعون أن أحسابه تلك موجوداً لديهم من أجسابه، ونحن نحن نعلم، ونحن نحن نحن بإمكانه أن تكون هؤلاء من المسبقينة؟ سنجد أن نتعرف على هذا المنزل في المنزل ونفهم كيف تغيير الناس؟ كيف يجب أن نتعرف على هذا المنزل؟ إذا كنت تعمل مع الشركات المتحدة أو تتكلم عن ما نتعرف بطريقة أفضل؟ حتى لو لم يميزين هذه القاعة وهم يتفرجوا عليها لكن أكيد تابعوا كثير من المناصبات التي عقدت فيها فهذه القاعة تحديداً التي نستعرضها قدامكم هي القاعة الزرقاء الموجودة في العاصمة السويدية ستوك هولم والتي تقعد فيها كل سنة توزيع جوائز نوبل الشهيرة والتي يحضرها علماء وسياسيين ومشاهير وكمان طبعاً شخصيات من العائلة المالكة السويدية هذه السنة لا نتابع حفل توزيع الجوائز في هذه القاعة والسبب طبعاً زي ما نحن كلنا عارفين كورونا واللي كانت سبب في إلغاء الحفل لأول مرة من سنة 56 ووقتها الحفل الألغية احتجاجاً على غزو الاتحاد السوفيتي للمجر لكن عموماً إلغاء الحفل السنة لن يعني أنه ما حنشوف صور من القاعة الشهيرة والسبب أن المسؤولين عنها أعلنوا أنهم حيستغلوها لتطعيم سكان المدينة بلقاح كوفيد مسؤولة في بلدية ستوك هولم قالت أنه عمليات التطعيم لها متصلبات ومحتاجها مساحات واسعة وبالتالي قاعة زي هذه مساحتها 1500 متر مربع حتماً حتكون مفيدة لتنفيذ عمليات التطعيم بشكل آمن للناس وحيحافظوا على التباعد السويد بالمناسبة من أول الجائحة اتفادت الإغلاق العام وصار عليها كثير جدل لكن موجة كورونا الحالية فيها ضربتها بشدة فاليوم مثلاً سجلت 4000 إصابة هذا غير أنه معدل الوفيات فيها أعلى بعدة مرات من مثيله في بلدان أوروبا أو شمال أوروبا في أكتوبر عرضنا لكم حفلة لفرقة موسيقى روك أمريكية اسمها فليمينغ لبس كثار قالوا أنها بتشكل يعني مستقبل الحفلات الموسيقية بعد جائحة كورونا الله لا يقولها بس على العموم الحفلة كانت حفلة تجربة ووقتها حضرها مية وفيها الحضور وعضاء الفيرقة كلهم كانوا جوة بابلز أو فقاعات هواء الفكرة هذه روعتها في أنها بتحافظ على أجواء الحفلات الموسيقية اللي الناس متعودة حالها أو متعودة عليها لكن مع تباعد اجتماعي في نفس الوقت كل فقاعة بتوسع ثلاثة أشخاص كحد أقصى وجوها بيقدروا يخلعوا الكمامات ويربصوا وينطوا ويحتفلوا زي ما يبقوا الفرقة اختبرت الفكرة في أكتوبر ونفذتها من كم يوم في حفلتين في ليلتين وربعات في مدينة أكلهوما ومو بس احتفلوا ولا كمان رافعوا بلالين بحجم ضخم تحمل شتائم ضخمة وطريحة للجائحة اللي حرمتنا من الحفلات الطبيعية اشتركوا في القناة على فكرة يعني متحمسين الناس وان الحفلة ومدرأ ايش كده بسر الحفلة بتكتل واحدة من أساسيات الحفلات في يومنا هذا السلفيات والتصوير مرة صعب من جوه البابل الواحد يعني يصور براحته على العموم التخطيط للحفلة والعمل عليها غير انه اخذ شهور استمر حتى ايام قليلة قبل الحفلة فبعض أعضاء الفرقة نشروا على منصاتهم مقطع ارشادات للناس اللي جاية ومو بس كده فكمان المقطع انعرض عن بوابات الحفلة وداخل الحفل قبل صعود الفرقة زي مثلا لبس الكمامات اولا اول من الواحد يطلع من الفقاعة او اشارات ان الواحد لازم يرفعها لمن يحب يطلع او مثلا لو حسب الحرج ومثلا فيرفع كده ورقة ويقول انه مثلا انا حاسس كده ويطلعوه هكذا وغيرها من اداب حفلات الفقاعات الهوائية اللي لا يطول فترتها مشاهدين وصلنا لنهاية حلقة اليوم معود والقاكم غدا ان شاء الله في الخميس الونيس اجمل ايام الاسبوع في امان الله اشتركوا في القناة